تعيني أستثمر الوقت أكثر وأتحدث مع ضيفي الأستاذ ضياء ناصر المستشار الرئيس الوزراء أهلا بك أستاذ ضياء ضيفا عزيزا على شاشة التغيير إذا أمكن حدثنا عن آخر المستجدات إلى أين وصلت الزيارة لغاية في نهاية هذا اليوم الدولوماسي الطويل سوف نوقع على 20 اتفاقية مع الجانب التركي وسوف تتوزع هذه الاتفاقيات على ثلاث محاور أساسية محور الأمن وهو محور وهاجز أساسي بين البلدين وهذه الحدود التي لم تشهد الاستقرار منذ زمن بعيد المحور الثاني هو محور الاقتصاد والاستثمار وسوف يتم توقيع اتفاقية مشروع طريق التنمية مع تركيا وهذه تعتبر مثابة الانطلاق الواقعية لهذا المشروع والبدء الفعلي العد التنازلي لربط السككي بيننا وبين جانب التركي ولما لهذه القضية من تأثيرات وربط الشرق بالغرب وأيضا طبعا جانب التركي بدأ فعليا باستكمال الجانب المتعلق بداخل تركيا حوالي 170 كم وصولا إلى معبر فيشخابور بيننا وبين تركيا وأيضا لدينا جزئية تتعلق بربط سككي بين من الفاو إلى ميناء البصرة واستكمال بقية الطريق إضافة للمحور الثالث هو المهم جدا وهو محور تنظيم العلاقة المائية بيننا وبين تركيا تحدثت من حيث انتهيت صافية كيف ينظر العلاق لملف المياه بقدوم أردوغان ما هي النقاط التي حددها وطرح على سيد أردوغان من أجل الاتفاق حول هذا الملف الذي ما يزال شائك ولغاية الآن لم يحل بشكل كامل نعم هناك العديد من الأفكار وهناك العديد من الرؤى طرحت خلال الحكومات السابقة وخلال المشاورات السابقة تمخضت كلها واجتمعت كلها وهناك دراسة معمقة وواسعة لتوصيف مشكلتنا المائية ليس لدينا شحة مياه لدينا سوء تنظيم وإدارة هذه المياه وبالنتيجة وضعنا خطة مشتركة مع جانب التركي وخطة تطوير لهذا المحور وخطة مستدامة ربما تمتد لعشر سنوات للسيطرة على مواردنا المائية والحيلولة دون عودة مظاهر الشحة المائية كما شاهدناها خلال السنوات الماضية طبعا هي ليست خطة سحرية تبدأ منذ اليوم ولكن خلال سنوات القصيرة القادمة سوف تشهد تحسنا كبيرا إن شاء الله كيف ينظر العراق بظل هذه التفصيلات وهذه المضامي كيف ينظر العراق اليوم لهذه الزيارة أهميته هي نقطة تحول استراتيجية بالعلاقة بين العراق وتركيا وانتقال نوعية في هذه العلاقة نستطيع تقريب الصورة ربما أقرب إلى الاتفاقية الصينية التي وضعت حلول مستدامة وطويلة المدى بيننا وبين الجانب الصيني وحل بعض المشكلات ما فيها بناء ألف مدرسة ما كان يمكن أن يتم هذا لو لا الاتفاقية الصينية أيضا وضعنا حالة مماثلة لهذه الحالة وهذه الاتفاقية جاءت مخاضة لنقاشات ولجهود حثيثة بدلتها الحكومات السابقة وأيضا جهود حثيثة لمسؤولين وزراء لجان مختصة لجان فنية جهات قطاعية ذهبنا إلى تركيا وجاءوا إلى العراق من أجل التوصل إلى وضع اللمسات واللبنات النهائية لهذه الاتفاقية بسؤال أخير قد تكون هناك زيارة أيضا ثانية مرتقبة لسيد أردوغان من أجل استكمال ما تم الاتفاق عليه في هذه الزيارة قد تكون هناك زيارة قريبة؟ هذه الزيارة تتويج لكل الحديث السابق يعني هذه جاءت لتستثمر كل هذه المناقشات والحوارات وتضع هذه النقاشات على حبر الاتفاقيات على ورقة الاتفاقيات والتوقيع عليها وأستطيع القول بحسب ما لمسناه من الجانب التركي بأنه وعد بأن ينطلق في اليوم التالي لتوقيع هذه الاتفاقيات للبدء بتنفيذ مضامين هذه الاتفاقيات وخصوصا في موضوع تنظيم العلاقة المائية شكرا جزيلا للتوقيع الناصري ضيفا عزيزا على شاشة التغيير مستشار رئيس الوزراء شكرا جزيلا لحظتك نعم زميلتي كما استمعت لهذه التفصيلات التي تحدث بها السيد الناصري مستشار رئيس الوزراء العراق ينظر إلى هذه الزيارة بمنظار مهم وواسع خصوصا أنه تتعلق بتفصيلات عديدة بمواضيع مهمة انتحدثنا مثلا عن محور الأمين وكذلك محور المياه وأيضا التبادل التجاري الكبير بين أنقرة وبغداد بالتالي اليوم العراق يتطلع أن تكون هناك مخرجات مثمرة حقيقية خصوصا مع تأكيد الحكومة العراقية على أن تكون هناك لجان مشتركة هذه اللجان تتابع أيضا المذكرات التفاهم والاتفاقيات التي عقيدت في هذه الزيارة هذا ما يجعل أن الاتفاقية أو الزيارة عفوا لا تكون زيارة شكلية ولا زيارة بروتوكولية وهذا ما نشاهده حاليا أيضا هنا في فندق الرشيد من خلال متابعات أيضا اللجان وهي تتابع خصوصا ما تحدثنا عن الملتقى الاقتصادي العراقي التركي الذي سيبدأ بعد قليل وأيضا بقية التفصيلات الأخرى